شابتر اتنين الانتر موليكولر اتراكشن فورس قوى الجذب الداخلية والمحاضرة الخامسة النوع التالت من قوى الجذب الداخلية المسمى لندن فورس او قوى لندن بتنشأ ازاي قوى لندن؟ بنقول ان الجزيئات في الجزيئات او في الزرات الالكترونات بتتحرك حركة عشوائية ومن الممكن ان يحصل تركيز للالكترونات في منطقة واحدة من الزرة او من الجزيئ وبالتالي تتكون شحنة سالبة جزيئية على طرف الجزيئ وشحنة موجبة جزيئية على طرف الجزيئ التاني يعني على سبيل المثال بيحصل تركيز عندي في الالكترونات في النص دوت من الاتوم والجزء ده بيكون مفهوش اي الكترونات وبالتالي دوت بياخد شحنة سالبة جزيئية وده بياخد شحنة موجبة جزيئية في حالة وجود شحنة موجبة جزيئية بجانب شحنة سالبة جزيئية من جزيء اخر بتتكون قوى اسمها قوى لندن طيب نتيجة الحركة بتاعة الالكترونات الجزيء ممكن يتكون يبقى ممكن يعمل دايبول ممكن يحصل عندي قطبية والقطبية دي بتبقى لحظية بنسميها نستانس دايبول يعني قطبية لحظية العوامل اللي بتأثر على قوة قوى لندن العامل الاول هو شكل الجزيء الجزيء ذات نفسه عامل ازاي؟ بنقول اللونج تشين هيدرو كاربونز الهيدرو كاربونات الطويلة السلسلة اتراكت بتتجازب مع بعضها عن طريق قوى لندن بصورة اكبر من السمول تشين هيدرو كاربونز وده ليه؟ لان اللونج تشين هيدرو كاربونز فيها العديد من المواقع بيج نمبر اوف بليسز اللي عبر الجزيء اللي ممكن تتجازب مع بعضها بقوى لندن طيب نشوف كده مثال البروبان والهكسان بنلاقي ان الهكسان قوى الجزب الداخلية بتاعته اعلى بكتير من قوى الجزب اللي في اللونج تشين هيدرو كاربونز اللي هو البروبان العامل التاني اللي بيتوقف عليه قوة قوى لندن حجم الجزيء يبقى العامل الاول كان شكله العامل التاني كان حجمه كل ما الجزيء كبر كل ما قوى لندن بتاعته زادت بين الجزيئات بعضها وبعض على سبيل المثال عندي جزيئين الجزيئين دول كبار جدا بالمنظر ده بنبص نلاقي ان بتتكون بسهولة شحنة سالبة جزيئية وبسهولة بتتكون شحنة مجابة جزيئية وممكن بسهولة تتكون قوى لندن القوية بين الجزيئين دول بعضهم وبعض اما لو كان جزيئ كبير وجزيئ صغير من السهل هنا ان تتكون شحنة سالبة جزيئية ولكن من الصعوبة ان تتكون موجب جزيئي على الجزيئ الصغير وبالتالي قوى لندن بتكون ضعيفة لو الجزيئين صغيرين بتبقى قوى لندن اضعف ما يمكن كل ما الحجم بيزيد كل ما الحجم بيزيد The electrons could be polarized easily ممكن جدا القبية تتكون بسهولة والانتر اكشن بيزبح مور سترونجر او قوي جدا